هل اسعار الهواتف هينخفض في اخر 20-23 او في 20-24 تنصح نشتري الريلم اليفين برو بلاس ولا تيك نو كامون توين بريميير ارايك في موبايل انفينيكس جي تي تي تيل برو وهو افضل موبايل في فائته للالعاب للعلم ان سعره عندنا في السعودية 999 ريال اي تقريبا 266 دولار دول مجرد سؤالين من مجموعة السلحة جوابهم اخير لان الفيديو ده قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك وتفعالنا جراح شنوصلك بالندم كل جديد وطبعا لو عندك ايه سؤال تحت الفيديو في كومنت واسيب سؤالك زي ما احنا متعودين كالعادة لان دايما باخد الى اسئلة من على فيديوهات الاسئلة اما دلوقتي خلاني نخش افتباصي للفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة وخلينا نبدأ كالعادة مع اول سؤال هل اسعار الهواتف هينخفض في اخر 20-23 او في 20-24 من وجهة نظري في بعض الموبايلات هتنخفض زي موبايلات سامسونج سامسونج دايما بتخفض موبايلاتها بشكل كبير وده حاجة طبيعية جدا زي مثلا السلاسل القديمة من الموبايلات زي مثلا لما ريلم تنزل الريلم اللي على الدور اللي قبله هيقل شاومي لما تنزل سلسلة النوت سيرتين الجديدان نوت تويلف هيقل وعكذا اولا خد المضمون اوي هي موبايلات سامسونج لان دايما سامسونج اسعارها بتنزل بشكل مش طبيعي عايز اعرف رأيك في الريلم جي تي سري رأيي انه موبايل طلقه ساروخي ممتاز ارقام خرافية موبايلة هينفجر من كتر الامكانات اللي فيه ولكن تجريدت الكاميرات ما ترتكيش لفاته السعرية هي دي النقطة السلبية فقط عايز اشتري الريلم تين او ناين برو تنصح لك ايه الافضل وشكرا ناين برو افضل من الريلم تين بصراحة ومن وجهة نظر لو هتعرف تجيبه فوصفك ممتازة ايه احسن شاومي ميتين تي ولا مي ليفن تي اهتمام اداف الالعاب بدون لاج وتقطيع وبرضو تصفح وزوشيال لأ هاختاري الريلم تي الى ان الميت ان تي كان عالدي فيه مشاكل كتير وقلت ان الموبايل ده سوفتوير مش مستقر تماما عليه لو سمحت معايا سامسونج 24 يستحق ان ابيعه عشان اشتري رينو اي تي لا ما يستحقش والله الاتنين نفس المواصفات تماما ما فيش اي حاجة غير ان ده افضل في الشاشة وده افضل في توليفة وتجربة الكاميرات فأنا رأيي لا ما يستدعيش ان ابيعه ده عشان اشتري ده من الافضل رينو متين برو بلس ام سامسونج اي اربعة وخمسين سامسونج اي اربعة وخمسين افضل في الكاميرات وفي التعاون مع السوفتوير عمتا انا شايفه اخفه احسن سوفتوير سامسونج مع الدعم باستمرار بدون اي مشاكل في سامسونج اقوى في اللقطة دي اما الريلمي شاحن سريع بقى وشوية حباشتك انات مش موجودة في السامسونج فتوليف على معضاة كاملة بمعالج للالعاب ومركز على الالعاب شوية مش مركز على اداء فقط هو الريلمي اما كمعالج مركز اوي في الاداء مع تجربة كاميرات قوية مش هتلاقي زيها السامسونج بيقدمها لك لو سمحت تنصحني او بوف اكس فايف ولا او بورينو ايت برو لأنا رأيي الفاين دي اكس فايف هيكون قيبة اعلى بالنسبة لي بقابل السعر بوجية نظر لنا الشخصية انا من مدينة ناصرة ترشح لما كان اشتري منه موبايل سامسونج اربعة وتلاتين بسعر كويس منين لو تعرف مكان اسعار كويسة مش موبايلة فيك ولاك جزيل الشكر. الاعرف اماكن بس مش عارف في ناحيتك ولا لا يعني مثلا عندك دليم الفين عندك مثلا السوارت كوشك الاماكن دي هتشتري منه الموبايل بسعر كويس ويعتبره بالافضل الاسعار الموجودة في مصر عامة او في القاهرة. رشح ليه افضل موبايل متوازن بالاخص في الالعاب في فاقة صدقني في استخدام وفي تجربة العاب وفي كاميرا الموبايل متوازن جدا. بيشغل كام تسعة وتلاتين فريم تمانية وتلاتين فريم اربعين بالكتير. ممكن افضل حاجة في حدود من عشرة لاتنشر الف من حيث اداء وكاميرا وماتيريالو. بتكلم في وافضل حاجة دلوقتي في اتنشر الف. تشوف ان الرولم افرأ برو احسن من الايفون ايفون ايفن ايفن هيكمل الاربعة سنين قدام مثلا لا طبعا هو مش احسم الايفون كادا وككاميرات بس هو كتوليفة على معضاع يعتبر او متكامل اكثر من الايفون 일ين. من الافضل كصفقة وكلمة مقابل سعر سامسونج اربع عشرين ولا سامسونج اربعة وتلاتين? قلت قبل كده زمان كان السامسونج اربعة عشرين ايما كان الاربعة وتلاتين تلات شر وبتناشر لكن دلوقتي وهم عشرة لقى الاربعة تلاتين صفقة افضل. نريد ترشحة متوسطة عليا بكاميرا قوية ومدخل ثلاثة ونصف ميلي. اقرب حاجة الكاميرا ممتازة مع مدخل ثلاثة ونصف ميلي. ما فيش جانه. لو سمحتنا معي ريلم سيفن برو وعايزة غير لحاجات نفس الامكانيات شاشة سوبر اموليد وشاحن سريع وسماعات ستيريو بصوت عنه ومعاند محترم. اجيب ايه لو تحت العشرة تلاف ولو فوق العشرة تلاف اجيب ايه محترم ارجو رد حضرتك علشان الا معتلك ازال ارد. لو تحت العشرة تلاف اقرب حاجة ممكن نتكلم في الاوبورينو اي تي ثول جي. هيدي لك تجربة قريبة. مع شاحن كويس. هو طبعا اقل طبعا من الريلمي سيفن برو. ولو اعلم يعني لحد تلاشر مثلا ممكن اقول حاجة بتنافس او احسن كمان من تجربة الريلمي سيفن برو. الريلمي ليفن برو. ده حاجة نيابة. ايه رأيك في موبايل انتينيكس جي تي تيل برو اللي هو افضل موبايل في فقته للالعاب. للعلم ان سعره عندنا في السعودية تسعمائة وتسعين ريال ايه تقريبا متين سبتة وستين دولار. انا رأي ان الموبايل قوي ورهيب جدا لتجربة الالعاب بس مش لتجربة الكاميرات وسعره بممتاز الصراحة. تنصحنا اشتري الريلمي ليفن برو بلاس ولا تيكنو كامل تويني بريمير. لا بوا تيكنو كامل تويني بريمير لو سمعت اي موبايل جنب واندرويد في الفانو متوسطه اختاره هو صراحة. موبايل راهيب. راهيب جدا. ونفسي ينزل السوق المصري. انا اول واحدة فكرة اشتريه. السلام عليكم. اولا ترشح لموبايل في السعر السبعة ويكون كويس في الالعاب والشاشة. وشكرا لاول فيديو شوفه ليك. وعاش فيديوهدك تستحق المشاهدة جدا. حبيبي طبع ربنا يخليك. انا رأييي الريلمي تين. هو احسن حاجة تديك شاشة مع العاب. ورا على طول السامسونج 24 عشان تصميم الشاشة في الريلمي افضر. لو سمحت عايز فون ب8000 يكون كاميرا كويسة تنصحني بايه? الريلمي تين. او ازود وجيب الاوبورينو اي تي فور جي. مفيش غير غم اصلا. هو سامسونج اتن وخمسين اس بكم مستعمل لو حالته كويسة. ممكن مسلا يعمل له تسعة. كمان يا ونص في الحدود دي مش هزيد عن كده يعني. او تليفون بوكو اكس فور جي تي. ممكن يلاقي دلوقتي وبكام. لا مش هتلاقيه. انا مش شايفه قدام الصراحة ولو لايته هحاول اسم لك اللينك تحت في الدسكريبشن. اوبورينو تين تمام ولا ايه? تمام الشخص بيحب اوبو ومش بيركز في القيمة العالية مقابل السعر. لان الموبال الصراحة مش بيقدم كومت بيرا. الموبال بيقدم قيمة على قده جدا مقابل السعر. في موبالات اقوى منه زي اوبو فيند اكس فايف جي بيقدم قيمة اعلى وهكذا. ايه رايك في بوكو افل فور? ممتاز وقصصا كمعالج للالعاب ولكن هو مش موجود جديد. مستعمل لو بسبعة مسلا نقول ماشي اعلى من كده لا حرام الصراحة. موبال ايه تراتة وعشرين ايه رايك فيك? كموبال دلوقتي او موبال كان موجود فات خمسة انا بقول انه موبال كويس ولو موجود فات خمسة دلوقتي هو افضل اختيار مع درين اي انا محتاج تجاوب بسرعة اختار برو من شاومي ولا زيت ايه من نوبيا? انا راي لو انت عايز الالعاب قوي 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 بقى زيت ايه من النوبيا. انت ما لو انت عايز نوبال متوازن بتاع من شاومي. والآن انك عايز تجربة كاميرات فهتاخدها من شاومي امضل من نوبيا. حضرتك انا عايز نوبال الالعاب بسعر ستة. ايه شرخة معدها انفينيكس وسامسونج. ممكن اقول مسلا حاجة زي من شاومي هو ده الوحيد اللي موجود اصلا ده العاب في ستة تلاف جنيه. هل هيرخص الفترة الجاية? ولا استنى شوية? ولا ايه ارجو الرد? انا رايي انه ممكن يرخص. ليه? لان الريلم اليفن برو ولا في الشارس ليه? والفرقات ما بينهم مش كبيرة واربع تلاف جنيه بصراحة بتخلي الناس كتير تروح للاليفن برو. فرأيي ان الاليفن برو بلاس هيرخص ويقرب اكتر من كده لان لو فضل الوضع على كده الاليفن برو هو اللي هيبيع اكتر. سعر بوكو اكس سريد برو. والله هو موجود في مصر? والله هو سعره انا معرفوش. موجود في مصر ما عادش موجود. هيبقى موجود مستعمل وممكن يبقى غاليفة. وكمان الموبايل ده كانت مشاكله البرده وهكزا ولس كتير اشتكت منه وبيفصل الواحده بعد فترة. فانا رايي بعد عن الموبايل ده شوف اي حاجة تانية من البوكو غير البوكو اكس سريد برو ده بالتحديد. وبس كده. وبكد نطول وصلنا للاقيتي الفيديو. اكيد اشتركوا في القناة